اشتركوا في القناة امه عيسى بن مريم وارتبط عيسى باسم امه في الدنيا وخلده الله في القرآن وسوف يذكر معه في دنياه وفي اخرى عيسى بن مريم وارتباط هذين الاسمين كرامة من الله لهما وعز وشرف والناس تشهد بذلك قال قول الحق الذي فيه يمترون ما حدث لعيسى عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى هو الحق لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في مملكته لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون فلا يستطيع مخلوق كائنا من كان ان يقول لله لماذا يا رب خلقت عيسى بهذه الطريقة ابدا ولن يتجرى احد اذا الامر لله من قبل ومن بعد لكن هو الحق قال الذي فيه يمترون يجادلون الناس في موضوع عيسى منذ ان خلقه الله الى زمان هذا الى ان ينزل عيسى حقيقة في الارض ثم ينتهي هذا الجدال وهذا الكلام هل هو حي هل هو ميت احنا نحن نعتقد كمسلمين انه حي ونؤمن بذلك جازمين وهو في السماء قال سبحانه وتعالى ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكن ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه فالله سبحانه وتعالى انزل علينا صورة اسم صورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تبارك وتعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وقال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإذا ربنا تبارك وتعالى لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحب أي زوجة ولم يكن له شريك في ملكه ولم يكن له ندا في ملكه فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء علي فربنا تبارك وتعالى نزه نفسه بنفسه عن هذا النقص ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه منزه عن هذا الأمر إذا قضى أمرا أي أمر قال سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن كل لحظة تمر يحيي الله سبحانه وتعالى فيها من شاء ويميت من يشاء يعز فيها من يشاء ويذر من يشاء يرزق من يشاء ويمنع من يشاء يعافي من يشاء ويمرض من يشاء يبدل الأمر في الأرض رأسا على عقب في لحظة إذن إذا قضى أمرا ماذا يحدث فإنما يقول له كن فيكو وهذا من عظمة الله وهذا نحن كبشر إذا عرفنا إلهنا جل جلاله وتقدست أسماءه بهذه الصفات العظيمة الجليلة لا نخشى أحدا وأرزاقنا محفوظة مكفولة وأجالنا محفوظة أيضا وأرزاقنا في الدنيا محفوظة بيد الملك سبحانه وتعالى لهذا قال النبي عليه الصلاة من لبلال أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا قال سبحانه وتعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم إذن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون قال سبحانه وتعالى فاعبدوه يجب عليكم كبشر أن تعبدوا الله ليس لك خيار أعبد الله أو لا أعبده لا لا ليس لك خيار إنما أنت ملزم أن تعبد الله إن عبدت الله بما أمر أنت المستفيد قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة ماذا تريد أكثر منها كل الحياة الطيبة التي تخطر في قلبك سوف يحييها الله سبحانه وتعالى لك أنت بشرط أن تعبد الله طيب جاء إنسان قال لا أريد أن نعبد الله قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الضنك بمعنى التضييق يضيق الله سبحانه وتعالى على الذي لا يعبده يضيق عليه في رزقه كله مفقور سلط عليه الديون يضيق عليه في رزقه وفي عافيته دائما مريض دائما مهموم يضيق الله سبحانه وتعالى في باب الإهانة والمسكنة والذل دائما الناس لا تقيم له وزن ليش هذا التضييق في الأرزاق في العافية في كذا في كذا أينما يذهب يجد الأبواب كلها مغلقة حتى لو يمتلك الوسطات ما تبشي أمورا لأن ما بينه وبين الله دمار وليس عمار لا صلاة لا صيام لا كذا لا كذا لا كذا البهائم والطيور يعبدون الله أفضل منه قال سبحانه وتعالى ويسبحون بحمده وهذا المخلوق هو الذي شاد كل المخلوقات خاضعة لله تصلي وتعبد الله إلا هذا الأدن فبالتالي لا خيار لك لابد أن ترجع إلى الله وأن تعبد الله وأن توحد الله وأن تصبر على طاعة الله وأنت المستفيد في الدنيا وكذلك في الآخرة أما العناد في مثل هذه الأمور لا تنفعك إطلاقا وأنا لك من الناصح عاند البشر متى ما شئت وكيف ما شئت إلا ربك تبارك وتعالى فاعبده والصبر لعبادته سبحانه وتعالى نستفيد من هذه الآيات بأن قصة عيسى حق وربنا تبارك وتعالى منزه منزه أن يتخذ ولدا ومأمورون نحن أن نستبر على عبادة الله ويجب على الإنسان أن يسعى في هذا الأمر ويثبت على الدين إلى أن يلقى الله لهذا قال الحسن البصري يابن آدم إذا ذهب يومك ذهب بعضك إذا ذهب يومك ذهب بعضك كل يوم ينتهي أنت تتقرب إلى قبرك كل يوم لا تفرح تقول ما شاء الله راحة سنة سنتين لا أنت قاعد تتقرب الآن إلى القبر أكثر أسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا وإياكم إن شاء الله من الصالحين ونتقبل منكم إن شاء الله الصيام والقيام ونجعلنا من أهل القرآن إنه لذلك والقادر عليه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته